تقول هل يجوز إزالة شعر الوجه مع العلم عدم إزالة الحواجب وجزاكم الله خيرا أما الرجل فلاحل له حلق الحكيم ولا في النسان له قصر شوارب وأما المرأة فإن نبت في موضع اللحلة والشارب شعر يبين إذا رعاه الإنسان فلها أن تزيله بعي مزيل كان وإن كان شعرا معروفا يعني شعرها وشعرتين ليس فيها تشويه فإنها تبطيه ولا حل لها أن تنتفه ولا فرق فيها بين الحواجب وغيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعلم نامصة والمتنمصة